الأول قبل ما روح طبعا لأخبارنا هنروح للأخبار الأبرز النهاردة داخل جدران نادي الأهلي يمكن أولهم كان طبعا فوز النادي الأهلي بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي كأحسن نادي عربي وتسلم الجائزة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في حفل رائع طبعا كان يعني كلنا شاهدناه وتابعناه بحاجة يعني جميلة جدا طيب الجائزة دي يعني أكيد في قيمتها حاجة مهمة جدا نادي أهلي بس خلينا أقول لكم أن الجائزة دي بيش بس عشان إنجازات النادي الأهلي الرياضية وده الجميل في الجائزة لو أخذنا بنا من القرار أو من البيان اللي طلعه النادي الأهلي خلينا نقول البيان اللي طلعه النادي الأهلي في وصف هذه أو كلمة كابتن محمود الخطيب الجائزة مش بس عشان إحنا أخذنا بطولات وده النادي الأهلي وهو ده النادي الأهلي ولكن الجائزة بتتسلم لمؤسسة النادي الأهلي المؤسسة الاقتصادية جانب إلى جنب المؤسسة الرياضية طب يعني إيه اللي احنا بنقوله ده اللي احنا بنقوله النادي الاهلي مؤسسة أصبحت ذات تمويل ذاتي ذات تمويل ذاتي النادي الاهلي بموارده برقم واحد طبعا جمهور النادي الاهلي العظيم اللي بيسند النادي الاهلي بشعار النادي الاهلي اللي تبنى على مدار سنين طويلة أصبح تريد مارك على مستوى العالم كله كله في العالم يعرف لوجو النادي الاهلي يشوفه يعرفه زي ريال المادويد وبرشلولا ده نعكس اقتصاديا إلى أن أصبح نادي أهلي تمويل صاحب التمويل الذاتي وخلينا أقول لحضراتكم أن ده ضمن للنادي الأهلي العبور بر الأمان خلال أو من يعني بعد أزمة كورونا اللي هزت العالم كله في أندية كتير جدا حتى الآن بتعاني من أزمة كورونا النادي الأهلي بفكره الاقتصادي المؤسسي الكبير مر من هذه الأزمة بكل نجاح بكل نجاح واستمر في حظ البطولات مش بس على كرة القدم وأيضا على الألعاب الأخرى وأنا بقول ما أدري يعني بقول أنا عارف أنا بقول إيه الألعاب الأخرى أيضا إحنا نادي الأهلي نجح في بناء ثلاث فرق أو ست فرق رجال وسيدات على الألعاب الأخرى أقوى فرق في مصر في ظل أزمة كورونا وهو نجاح شافته الأصحاب طبعا يعني المسؤولين عن هذه الجائزة شافوا أن ده نجاح كبير أن أنت تعبر بالنادي بتاعك إلى بر الأمان طبعا ده تكريم لكابتل محمود الخطيب طبعا كرئيس نادي ودي الدورة الثانية ليه لأنه هو عاصر لأزمة كورونا هو كان رئيس المجلس في الفترة دي وهو اللي قدر يعبر بيها وده يرجعنا بالذاكرة لحاجة مهمة لو تفتكروا السنة اللي فاتت النادي الأهلي أعلن عن دادشين تلت شركات تلت شركات كنا طبعا استعرضناهم مع حضراتكم ومجلس أدارتهم وعلى أبرزهم يعني أو اللي يهمنا كالجمهور النادي الأهلي هو كان شركة الكورة طبعا يعني وتخططهم المستقبلي يعني مش بس أن أنت نجحت لقد أنت بتبص كمان نافذة كبيرة جدا على المستقبل هتعمل إيه في اللي جاي؟ إزاي تنافس الأنديال العالمية والأفريقية بشكل يضمن لك الريادة مش بس على مستوى المحلي والقر أيضا العالمي كل الكلام ده المسؤولين عن الجايزة شافوا النادي الأهلي تفوق فيه باقتدار والجميل في الجايزة هنا أنها مش جايزة راضية فقط جايزة مؤسسية وإحنا بنفخر كلنا أن احنا منتمين لهذه المؤسسة النادي الأهلي اللي عايش في قلوبنا كلنا طبعا ألف من يوم مبروك كابتن محمود الخطيب ألف من يوم مبروك مجلس إدارة بالكامل ألف من يوم مبروك جمهور النادي الأهلي العظيم سر قوة هذا النادي هو جمهور النادي الأهل العظيم بالملايين داخل وخارج مصر